شاهدت قرية المنشأة الكبرى بمركز الصنطة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1247 مواطنا من أهالي القرية فضلا عن تحويل 51 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة أعلن رئيس جامعة الطنطة محمود زاكي حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أعلى مستوى في القرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج بالمجان عن طريق إطلاق سلسلة من القوافل الطبية الشاملة لدعم المنظومة الصحية لمحافظة الغربية